اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مادة التسويق الزراع ده الصف الثالث الزراع حلقة اللي السابقة اتكلمنا عن النظم المعلومات التسويقية واخر حاجة اتكلمنا فيها كانت اللي هي بحوث التسويق عرفنا بحوث التسويق ودورها سواء كان وصفي او تنبوئي او تشخيصي عرفنا خطوات البحث التسويقي من حيث تحديد المشكلة وبعدين اه وضع خطة لحل المشكلة ديت وبعد كده اه جمع بيانات عن المشكلة وقدمنا تقرير بيها ومتابعة الحلول اللي يشوف الحل الأنسب لحل هذه المشكلة اه قسمنا مجالات البحوث من حيث مجالات الفرص البيعية مجالات الجهود البيعية اه قسمنا برضو انواع البحوث من حيث الهدف استطلاعية او استنتاجية بقى ان حاجة واحدة بس ما ونش عليها في الحلقة اللي فاتت اللي هي تقسيم البحوث التسويقية من حيث مصادر البانا من حيث مصادر البانا يبقى اخر حاجة في الوحدة التالتة هنتكلم عنها في ديئتين بالزبط كده عشان ندخل على موضوعنا الاساسي هي تقسيم البحوث التسويقية من حيث مصادر البانا عندي نوعين من البحوث التسوقية أول حاجة البحوث المكتبية البحوث المكتبية اللي بتعتمد على جامع البيانات السنوية اللي تتباز بكونها موجودة من قبل القيام بالبحوث سواء تكون متواجدة داخل المؤسسة في سجلات المؤسسة وكذلك التقارير ودورات سابقة يعني البحوث المكتبية دي بتعتمد على جامع البيانات السنوية اللي ممكن المفروض دينية تكون موجودة أساسا من الأول عندينا داخل هذه المؤسسة النوع التاني من البحوث اللي هي البحوث الميدانية دي بقى ببحوث بتنزل في الميدان دي بحوث اولية خاصة بمشكلة معينة خاصة بمشكلة معينة دي بنجمعها عشان مشكلة ايه معينة دي انواع البحوث من حيث مصادر جامع البيانات طب بيجمع البيانات ازاي؟ عندي طرق جامع البيانات عندي نعم البيانات بيانات سنوية وبيانات اولية قال لك البيانات السنوية دي بتبقى اساسا موجودة في المؤسسة موجودة في المؤسسة جمعة من قبل يعني موجودة عندنا في المؤسسة من قبل كده جمعينها قبل كده وموجودة في سجلات المؤسسة للوقت الحاجة اليها وقت الحاجة اليها من تقارير من اي حاجة جامعها المستكشفين بتوعنا دي البيانات السنوية اما البيانات الاولية النوع التاني اللي بتجمع لمشكلة معينة طبعا يعاب عليها ان هي بوقت ده اخد وقت كتير وتكاليف اعل اكتر من النوع الايه اللي هي البيانات الايه السنوية طيب ممكن ايه ايه الاماكن اللي ممكن نجيب منها البيانات السنوية دي قالك عندك منظمة الاغذية والزراعة لالفاو عندك الجهاز المركزي للتعباء والاحصاء عندك موقع الامم الايه المتاحة. الحاجات دولة التلاتة دولة ممكن عن طريقهم توصل للمعلومات اللي انت عايزها. اي بيانات سنوية خاصة بالمؤسسة. خاصة بمؤسسة اخرى. خاصة بالتنافس من المؤسسات المنافسة. كل البيانات ممكن توصل اليها عن طريق هذه الايه المواقع. طب في طرق تانية لجمع المعلومات. في عندي مصادر كمان بيانات. زي ايه? المصادر المؤسسات الحكومية جات الصلة. عندي اه اتحادات التجارة والصناعة. المنشورات زياد الصلة. عندي وسائل العناب. عندي الانترنت. عندي المؤسسات التلوجية. يبقى بتديبي الحاجات اللي ممكن نحصل بيها او منها على البيانات السنوية اللي لازم تكون موجودة في المؤسسة بتاعتي. لازم مؤسستي تكون فاق جميع البيانات الخاصة بالسلعة بالمنافسين باي حاجة موجودة عندي في السوق عشان خاطر ان انا يبقى انا اي منافس لي طور من ساعته يبقى انا جاهز ببياناتي اعرف اطور سلعتي. اعرف اجزب للمستهلكين اللي ايه بكل الطرق ان انا ايه اوصل لطريق الصح ان انا اكون مسوق سلعتي صح. كده يبقى احنا اتكلمنا باستفادة في الحلقتين اللي فاتهم عن الوحدة التالتة اللي هي نظم المعلومات التسويقية. نظم المعلومات التسويقية. عايزين ندخل بقى على الوحدة الرابعة اللي هي الاستراتيجيات التسويقية وعناصر المزيج التسويق. تعالوا نتكلم عليهم كده بالراحة كده ونشوف ايه ايه عناصر المزيد التسويقي او ايه هو المزيد التسويقي الاساسي قالك المزيد التسويقي هو عبارة عن تركيبة نوعية وكمية وزمنية للآلية التسويقية التي يمكن ان تستخدمها المزرعة او الشركة لتحقيق اهدافها التسويقية في اطار الاختيار والمزج بين الاستراتيجيات يعني عبارة عن تركيبة كمية ونوعية من بعض الاجراءات من بعض الحاجات اللي هي تخليني كشركة او مزرعة احقق اهدافي طبعا اهدافي ان سلعتي تتباع ان الناس تقبل على سلعتي ان المشترين يشتروا سلعتي بحيش اننا في النهاية اصل ايه لاقصى معدل من الربح لاقصى معدل من الربح يبدأ المزيد التسويقي عبارة عن تركيبة نوعية وكمية وزمنية للآلية التسويقية التي يمكن ان تستخدمها المزرعة او الشركة تحقيق اهدافها التسويقية في اطار الاختيار والمزج بين الاستراتيجية والمزج بين الاستراتيجية تمام يا شباب تمام يا شباب ليه تعرف تاني قالك هو اطار يساعد في بناء وتشكيل طريق ومنهج كل شوق اطار يساعد في بناء وتشكيل طريق ومنهج كل شوق تمام يا شباب ده بالنسبة للمزيج الايه التسويق قالك بقى المزيج ده عبارة عن مجموعة من المتغيرات التي يمكن التحكم فيها والتي تعرض على المستهلك وتؤثر عليه ويعتبر هذا المزيج اهم عمل التسويق اللي تعتمد عليها المسوق المزيج ده استراتيجيات مجموعة استراتيجيات عن عرفها دلوقتي ديت اللي بيعتمد عليها المسوق اللي بيعتمد عليها المسوق في طريق تسويقه هي اللي هترسم له الخريطة التسويقية بتاعته هي اللي هترسم له الخريطة التسويقية بتاعته من حيث المنتج من حيث التسعير من حيث الترويق كل حاجات دية اللي بقوم بها المسوق لازم هي اللي حترسم خارط تسويق بتاعته ده مزيج تسويق طب عناصر المزيج التسويق قد ايه هم قال لي عندي تمن عناصر للمزيج التسويق تمن عناصر للمزيج التسويق العنصر الاول انا اسمه استراتيجية المنتج التاني استراتيجية التسعير وبعد كده استراتيجية المكان استراتيجية الترويج استراتيجية الوضع التنافسي استراتيجية العملية استراتيجية المتعاملين استراتيجية الدليل المال استراتيجية الدليل المال يبقى ثمان استراتيجيات يتكون منهم المزيج التسويقي ثمانية لو بصينا للخمسة الاولينيين المنتج التسعير المكان الترويق الوضع التنافسي هنبص نلاقي الخمسة دولة خاصين بالشركة او المؤسسة التسويقية خاصين بالشركة او المؤسسة التسويقية لازم هي تهتم بهم عشان ترفع من مستوها شوي اما الثلاثة التانيين تعتمد على العملية والتعامل مع مين مع المستهلكي يبقى بقولك يمكن تقسيم المزيج التسويقي الاساسي والمزيج التسويقي الفارعي يعني فيه اساسي وفيه فارع من هما الاساسي دي بقى دولة اللي هما جهود التسويقية التي يجب على المزرعة او الشركة القيام بها بشكل اساسي وهي المنتج والسعر والمكان ومطلق عليه اسم الراديد التوزيع والترويج والوضع التنفس بينما تكون التسويقي الفارعي من العناصر الثلاثة الاخيرة اللي هي العملية والمتعاملين والدليل تمام يا شبات يبقى لو سألتك قلتلك التمن استراتيجيات بتوع المزيج التسويقي خمسة منهم اساسيين تقول لي ايه يا استاذ وتلاتة منهم فارعيين الخمسة الاساسيين اللي المفروض زي ما بقول لي كده ان الشركة المسوقة او المؤسسة او المزرعة تهتم بهم وتعمل عليهم عشان تصل لرغابات الايه المستهلة تصل لرغابات المستهلة تمام تمام تعالى نتكلم عليهم واحدة واحدة وبالتفصيل اول حاجة هناخد استراتيجية المنتج استراتيجية المنتج بقول لك استراتيجية المنتج دي تعني او تعني تعني هذه الاستراتيجية بجودة المنتج ووظائفه وخواصه وفوائده اضافة الى طريقة تغليف والضمانات التي يقدمها وكذلك مستوى الخدمة فيما بعد البيت يعني انا بالمنتج ده ههتم بكل حاجة في المنتج ههتم بكل حاجة في المنتج استراتيجية المنتج هتهتم بجودة المنتج ووظائف المنتج خواص المنتج فوائده طريقة تغليفه الضمانات اللي بقدمها كذلك مستوى خدمة فيما بعد البيت يبقى مستوى خدمة ما بعد البيت كل حاجة خاصة بالمنتج بتاعي هنقدرسها في الاستراتيجية داية ونشوف يعني ايه استراتيجية المنتج يعني ايه استراتيجية المنتج تعالنا ندخل نشوف ايه اللي بعد كده بقولك المنتج شيء يقدم للسوق طبعا ما معروف المنتج ده اي حاجة بتقدم للسوق يعني انا بنتج منتج وبقدمه للسوق عشان المسالكين يخدوه صح الكلام؟ يبه بغرض الاقتناء او الاستخدام مثل السيارة او العسيب الالي او اي منتج غزائي او زراعي او الاقامة في غرفة فندقية ويوخذ المنتج عدة اشكال فقد يكون سلعة مادية مثل الغزاء والالات والاجهزة وقد يكون خدمة غير ملموسة مثل تخديم استشارة ادارية وتسوقية للشركات يبه المنتج ده اي حاجة تقدم للمستهلك معنى كلمة منتج اي حاجة تقدم للمستهلك سواء حاجة المنتج كان شيء مادي ملموس يعني اكل شرب ترفيه سيارات اقامة فنادق كلام من ده كله او غير مادي يعني غير ملموس زي الاستشارات الادارية والتسوقية بالنسبة لاي شرك طبعا الاستشارة مش ببلاش ده منتج انا بطلع منتجات منها عندي انا راجل شغلية ان انا بعمل استشارات بيستشروني عندي مكتب يستشاري يبدأ استشارة يبدأ منتج هيدفع عليه ايه فلول تمام يا شباب ده بيجاز كده يعني تعريف المنتج او نتكلم عن ايه المنتج طيب المستلع المنتج ده ينطوي على ايه قالك ينطوي على اول حاجة السلع زي ما قلنا اي سلعة تسمى منتج اي سلعة بيستهلكها الانسان يبدأ يسمى ايه منتج طب يستلق عليه تاني قالك ينطلق على اي خدمة انا بقدم خدمة معينة خدمة فندقية خدمة استشارية خدمة كذا خدمة كذا دي تعتبر ارضه ايه منتج انا بطلع منتج يبب المنتج بتاعي ممكن مش شرط ان انا اقولك المنتج يبب سلعة زراعية سلعة صناعية سلعة كذا 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 لا المنتج بتاعي ممكن يكون خدمة تسويقية خدمة في فندقية خدمة اي استشارية اي حاجة تيبب ايه ايه تعتبر منتج مساء الخدمات يبب المنتج ده ممكن يكون عشان تبعارب برضو المنتج ده يبب ممكن يكون سرعة ممكن يكون ايه خدمات ممكن يكون خدمات طب تعالها بقى نشوف تخطيط المنتج ايه تخطيط المنتج يا شبساز تخطيط المنتج ده يعتقد الكثير من مدير التسويق ان تخطيط المنتج يعتبر من اوائل المسائل الوجب يأخذها في الحزبات عند وضع الخطة التسويق طبعا ده حاجة معروفة ونعني بتخطيط المنتج ان يكون صحيحا من الناحية السوقية كما ان هو صحيح من الناحية الانتاجية ايا بغى ان يكون قادر على اجباع حاجات المستهلك ولا شك المنتجات المخطط تخطيطا صحيحا يتساعد في احتلال مركز لنفس القوة كلام ده حيوي زي الفل بقول لك دلوقتي تخطيط المنتج ده اهم حاجة مفروض يقوم بيها المسور صحب الشركة التسويقية يخطط له بقولك زي انت ما طلعت منتج سليم من الناحية الانتاجية لابد انك طلع منتج سليم من الناحية التسويقية سليم من الناحية التسويقية لازم يرضي رغبات المستهلك المستهلك يقتنع بالمنتج بتاعي عشان المستهلك لو اقتنع بالمنتج بتاعي هيشتري منتج بتاعي يبقى حتم العملية التسويقية يبقى انا حاربع في الاخر يبقى هدفي حيتحقق انما لو اقنعش المنتج المستهلك المنتج بتاع المنتج بتاعي ما اقنعش المستهلك يبقى انا كده ما خططت الصح يبقى انا ما خطتش مكانة مرموقة في وسط الايه المنافسين بتوعي يبقى انا راجل مش شغال صح ده بالنسبة لتخطيط المنتج طب تعاني شوف انا كده في ايه قالك الخصائص اللي تراعي انت تخطيط المنتج ايه ايه المفروض يكون الموجود او الحاجة اللي انا عملها وانا بخطط للمنتج تعاني شوف مخطط اللي بقوله ايه الاختلافات الفيزيائية اي اي يعني زي الخصائص المميزة للسلع او الخدمة او لديها الجيد وطول عمر الافتراضي والتصميم يعني كل حاجة اي خصائص خصائص فيزيائية خاصة بالمنتج لازم نرعيها وانا بقى ايه بخطط للمنتج اه خصائص السلع شكلها كزا اه لديها كزا طول عمر الافتراض بتاعها كزا تصميمها كزا التغليف كزا كل حاجة تجزي بالمستهلك لازم احطها في اعتباري وانا بخطط للايه للمنتج بتاعه سهولة الحصول على المنتج سهولة الحصول على المنتج مثل الحصول عليه من المحلات مباشرة او اضطراب عن طريق الهاتف او البريد او الفاكس او الانترنت يعني ازاي المستهلك يوصل للمنتج ده يبقى ده برضو وانا بخطط له لازم اعرف يعني اخطط ان المستهلك يحصل على المنتج ازاي هيروح اشتريه من المحل او بالتليفون او بالبريد او بالفاكس او يعمل ايه اردر من اي ايه ايميل. ده بالنسبة للا ايه لسهولة الحصول على المنتج. طيب في حاجة تانية الاختلافات في الخدمة. مثل التوصيل والتركيب والتدريب والاستشارة والصيان يبقى انا برضو لازم اراعي برضو انا مخطط في ان انا المنتج بتاع ده ايه الخدمة بتاعته ايه? هيتوصل. هيتركب. فيه تدريب عليه. فيه استشارة. قال له كل حاجة. ما انا قلتش منتج مش منتج اراعي بس. مش منتج اكل وشرب بس. اي حاجة من المنتجات. اي حاجة من الايه? الاختلافات في السعر. يعني ده حاجة بتأثر على المنتج برضو. ان انا بخطط في المنتج. يعني المنتج مسالك ممكن مبصليش. ما اخدش المنتج. ليه يا استاذ? ممكن يكون السعر عالي جدا او عالي ومتوسط مخافض. يعني ممكن انا اعمل سلعة. اه سعر السلعة اغلى حنعرفه في التسعير بعد كده برضو. اعمل سعر السلعة بتاعتي اغلى من قيمة المنتج بتاعي. الوسالك ما يقتنعش المنتج ده بالسعر العالي ده. يبقى برضو انا بخطط لازم اشوف المنتج بالنسبة لخصاصه بالنسبة للطريقة اللي هوصله بيها. ان انا احط السعر يكون مناسب للمنتج بتاعي. يكون مناسب للمنتج بتاعي. السلعة ممكن يكون بعالي. ممكن يكون منخفض جدا. ممكن يكون منخفض. ممكن يكون متوسط. حسب نوعية المنتج بتاعي. حسب الخدمة اللي انا قدمتها المنتج حسب حوصله ازاي حسب 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 كل الحاجات ده كلها يبقى ايه ايه فيه اختلافات في الايه في السعر تمام يبقى المنتج كل ما هو يمكن عرضه في السوق ليرضي حاجة او رغبة لدى مستهلك معي طيب يبقى المنتج ده اي حاجة اي حاجة بتنعرض في السوق زي ما قولك كده اي حاجة بتنعرض في السوق تعتبر منتج اي حاجة بيقبل على المستهلك عشان اشتريها بنسميها منتج بنسميها منتج طيب في بقى المستهلك عنده حكتين. فيه مستهلك عنده حكتين. فيه عنده حاجة وعنده رغبة. ايه الحاجة وايه الرغبة? يعني فيه رغبة لدى المستهلك وفيه حاجة لدى المستهلك. طب ايه حاجة المستهلك? وايه رغبة المستهلك? تعالي شو بقى الحاجة بتاعت المستهلك ايه? الحاجة بتاعت المستهلك كل ما يحتاجه المستهلك. ويكون شيء ضروري لا يستطيع الاستغناء عنه. مسلا لا يستطيع الاستغناء عن شراء الغذاء. ده حاجة ان انا محتاج اكل محتاج اشرب محتاج البس محتاج اسكن يبقى ده حاجات ضرورية حاجات ضرورية بالناس بالي كمستهلك تمام يا شباب تمام يبقى الحاجة ان الحاجة اللي هي حاجة محتاجها المستهلك لا يمكنه الاستغناء ايه عنها لا يمكنه الاستغناء عنها عكس الرغبة عكس الرغبة يعني انا في حاجة وفي رغبة طب الحاجة عرفت الحاجة ان انا محتاجها ضروري ما ما استغناش عنه. اكل ما استغناش عنه. شرب ما استغناش عنه. مكان اسكم فيه ما استغناش عنه. لبس ما استغناش عنه. انما ممكن استغن عن العربية. ممكن استغنى عن تكييف. ممكن استغنى عن كزا. يبا دي رغبة. دي رغبة. الرغبة بقى يا شباب كل ما يرغب المستهلك ان يشتريه. وليس ضروري فقط ليرضي ذاته. مثل نوع السيارة التي يقتنع السيارة لحكي الموصلات. والبعض يقتنع السيارة اللي حكي يرغب في اقتناح السيارة. يعني واحد دي رغبة. انا رغبتي اشتري سيارة من با تسمعس شي. يبقى انا يعني واحد بقول لك ايه تطلعاتك. دي الرغبة. كل ما يرغب لمستالك ان اشتري انت بقول لك انت رغبتك ايه? تقول لدى رغبتي بقى. اودع تديلي بقى. YE antisكن في فيلا واشتبر عربية كذا. واقب كذا. واعمل كذا. وازبس كذا. دي رغبات بالنسبة للمستقى. دي رغبات بالنسبة. وليست حاجات. وليست حاجات. انما الحاجة بالنسبة للمستالك. الحاجة اللي هو عايز يعني إيه لو ما لما اجابهاش ممكن يحصل له حاجة ممكن يموت مسكنش ممكن يموت. بالبارد مسلا ببرا في الشارع ملابس ممكن يموت ببرده ما شربش ما اكلش ممكن يموت. يباد حاجت ضرورية بالنسبة للانسان ضرورية بالنسبةandi. انما السيارة مش ضرورية السيارة مش ضرورية السكن في فيلا مش ضروري. ممكن يسكن في شقة. يبقى ازا دي رغبتي. بس انا انت رغبتك ايه? رغبتك لعمل كزا وكي طبعا في الرغبات قلناها السنة اللي فاتت في الاقتصاد الاقتصاد بعالج الايه الامكانيات المحدودة والرغبات الغير محدودة الرغبات الغير وبوفق ما بين الامكانيات المحدودة قد تنت سنة ثانية في الاقتصاد السنة اللي فاتت اللي هي اه اه توفق بين الرغبات اللي ايه الغير محدودة والامكانيات الايه المحدودة فانا كمشته لك كشخص رغباتي غير محدودة عايز عايز كتير قوي اكتب لي انت طلبتك ايه هكتب لك لست طويلة عايز كذا وعايز كذا ومن اغلى الحاجات ومن اعلى الاسعار ده رغبات انما الحاجة ضرورية الحاجة اللي بيحتاجه انه هي ايه عشان يستمر على ايه في حياة عشان يستمر في حياة ده بالنسبة للحاجة والرغم بقول لك خصائص المنتج الجيد بقى ايه المنتج الجيد بخصائصه ايه صفات المنتج اول حاجة في الخصائص دي هي مجموعة من الصفات التي تمكن المنتج من اداء وظيفته قد تجدها الحجم واللون والفعالية والتصميم والخامة وقد تكون ساعات العامة ازا كانت خدمة كل الصفات اللي تدي اللي تشبع المستهلك لخلي المستهلك اقتنع بالمنتج تعتبر صفات المنتج يبقى انا صفات المنتج كل حاجة تميز المنتج كل حاجة تخليه مميز تخليه المستهلك يرغب فيه المستهلك يرغب يفضل انه يشتريه يفضل انه ياخده حتى قالك لو كانت خدمة لو كانت خدمة برضو انا قلت لك برضا المنتج مش ممكن يكون حاجة تتاكل بس. ده المنتج ممكن يكون ان هو اي خدمة بتخدم في فندق تتخدم في استشارف اي حاجة. فوائد المنتج. ايه الفايدة? او المنافع اللي هاتي تجيه لي كمستهلك من المنتج ده. يبقى المنتج دي تواجد من اجل تقديم المنافع التي تلبي احتياجات المستهلك ورغباته. والمنشاعة تستطيع ان تنافس بشكل اكثر فعالية عندما تصمم وتروج لمنتج ترتبط صفاته بمنافع تلبي يعني انا بقول لك المنتج انا كمستهلك هشتري المنتج ده ليه? سؤال. بسأله النفسي كمستهلك. انا هشتري المنتج ده ليه? هيشبع رغبة عندي ايه الفايدة او المنافع اللي هتجيه لي من شراء هذا المنتج. ده المستهلك اللي هو العائل اللي بفكر بعقله. اللي مش مستهلك اللي هو شاف اي حاجة قدامه اه اشتريها لشكلها المنظرها الكذا. لا. ده بقول لك ايه الفايدة اللي هتقيه? يبقى دية لازم انا كشركة تسويقية لازم اعرف المنتج او حط المنافع في المنتج اللي هو المستهلك عايزها. المستهلك عايزها. اه انا عايز المنتج ده عشان كزا وكزا وكزا بيعمل لي منافع كزا وكزا وكزا. يبقى انا كشركة تسويقية لازم اوفر فوائد للمنتج دوت ان تستنافس بشكل اكثر فعالية عندما تصمم متروج لمنتج ترتبط صفاته بمنافع تلبي احتياجات الايه? المستهلك. تمام يا شباب تمام التعباة والتغليف طبعا ما وش هقولك على التعباة والتغليف يعني التعباة والتغليف ده ممكن تخلي الوحش حلوة يعني فيه مثلا كان بقول كده يبقى انا لو لبست السلعة بتاعتي غلاف جيد غلاف تمام غلاف مية مية حتيقبر للمشترك انه يبصلها المشترك حيبصلها يقول ايه السلعة دية عايز يشوف السلعة دية هي مغلفة غلاف حلوة ليه يبقى ايه اكيد هي سلعة قيمة يبقى ايه الغلاف او التعباة والتغليف برضو تضيف قيمة للمنتج تضيف قيمة للمنتج سواء كانت العبوة امنة ملأمة لطبيعة المنتج وسهلة الاستخدام يعني حاليا دلوقتي المنتجات اللي هي اتجاهة الموجودة حاليا بعض المسوقين بيعمل لك علبة سهلة الفتح علبة صلصة لايه سهلة الفتح علبة سامنة لايه سهلة الفتح انت ممكن ست البيت او الواحد يشدق بييده ويفتحها زي ما كنا عشان نفتح علبة السلصة دي او السامنة دي لازم نجيب جهاز كده او مكنة اللاففة كده او نجيب سكينة ونقطعها بها لا دلوقتي يبقى دي كلها حاجات العبوات اللي انت بتحطها للسلعة دي بتميز السلعة دي بتميز السلعة بتخليك انت تشتري السلعة انت لو شفت اعلام في التلفزيون عن صفحة سامنة مثلا شفنا كلنا قريب يقولك صفحة سامنة كزا عشان خاطر بتاة ايه بتتفتح لوحدها بيعابل لك زي زي بت Sectnelca 300 كده تشدها تتفتح بعال يبدي سهلة الفتح علبة السلمون علبة اي حاجة صالط لا سهلة الفتح دي من الميزات في التعبئة والتغريف اللي هي بتخلي المنتج زوق قيمة بالنسبة للمساهلة زوق زوق انا لو قد هيشتري الحاجة اللي بتغلبني في الفتح ولا هيشتري الحاجة اللي سهل عليها في الفتح يبقى هيشتري الحاجة اللي في الفتح الحاجة اللي ما تعورنيش الحاجة اللي تعمل لي كزا يبقى انا كمسوق بعمل الحاجة اللي تريح المستهلك اللي ترضي تفهمت كلامي قصدي يعني ايه يعني المسوق بيعمل الحاجة اللي ترضي رغبة المستهلك اللي ما تتعبش المستهلك اللي تريح المستهلك بدنيا ونفسيا كل حاجة بتخلي المستهلك اراضي بيعملها الايه المسوق عشان ايه يرضي ده من ضمن خصائص الايه المنتج الجاية صفات المنتج او فوائد المنتج او التعبيق او التغليق. طب في حاجة تانية? في حاجة تانية. المستقات التوضيحية تمام? يعني ايه المستقات التوضيحية اولاد? يعني احنا بنلعز حاليا اي منتج بينزل في السوق تلاقي الشركة بتاعته منزل عليه تيكت مال العبوة بالكامل مكتوب عليه اسم المنتج والشركة المنتجة وتاريخ الانتال وانتهاء الصلاحية وطريقة عمل لتصنيع المنتج والاحتياطات اللي مش عارف ايه عشان خطر كذا ايه? كل حاجة خاصة بالمنتج بتلاقيها موجودة على هذا المنتج. يعني الواحد لو مش فاهم المكنود بتتعامل ازاي تلاقي اللي بيقولك عملها كذا. مش فاهم اي مشروف ده بتتعامل ازاي تقول لك عمله كذا. كل حاجة تلاقي موجودة دي ملسقات توضيحية موجودة على المنتج. ملسقات توضيحية موجودة على المنتج. يبقى الملسقات ديت برضو بتميز ايه? المنتج. بتميز المنتج بتخليه مميز. بتخلي المنتج بتاعي. انا دلوقتي لما روح اشتري سلع تيل قدامي سلعتين عرف في المحل او في السوبر ماركت. واحدة ما قولت الهوية. والتانية عليها منصق توضيحي. موضحها لي كذا وكذا. وعلى العلامة التجارية بتاعتك. هنقولها جميعا دلوقتي. يبقى انا هشتري انا فيهم. هشتري اللي عليها حاجة. حتى انا لو مش عارف المنتج ده بتعمل ازاي? او بيتجهز ازاي في البيت? هعرفوا عن طريقة تيكت ده هو. هيقول لي تعمل كذا وتحط شوية ماء كذا وتحط. يبقى انا بقى بتديني طريقة العمل للمنتج بتاعي. يبقى انا كل ما كان المنصق التوضيحي الموجود عندي على العبوة بتاعتي موجود ومعلوماته كاملة. كل ما كان ادى قيمة لهذا المنتج. ادى قيمة. يبقى لك المنصقات التوضيحية تضيف قيمة للمنتج من خلال التواصل مع المستهلك بيضاح محتويات المنتج. طريقة استخدامه. تحزرات الاستخدام. وكذلك كل بيانات متعلقة بالمنشأة. كل حاجة خاصة بالمنشأة. وتستخدمه ازاي? والتحزرات ايه? وكل حاجة. طب ده حاجة زي الفل اهي. زي فاكر ازي ما بقولك بيجيب لعيل بالسمنة بتستيح لوحدها. بالوقت بقول لي المنصق هوت عليه تستخدمه ازاي? تعمل ايه? انا الوقت ببعرفش اعمل الماكرونة دية. النوع ده من الماكرونة ببعرفش اعمله. النوع ده من يعني مهم ست البيت مش عارفة تعمله. في ثواني. تلاقي المنصق عليه? يتعمل كذا 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 كذا. والتحزرات ما تعملش كذا كذا كذا. وكل بيانات. يبقى كل حاجة موجودة على المنصق. ده من ضمن الفوائق ايه? من ضمن الحاجات اللي بيتميز الايه? المنصق. تمام. العلامة التجارية سأقول لك على هون? العلامة تجارية. شركة معينة. شركة لا يعلم تجارية. بقول لك تجعل منتج زهوية مميزة. ومختلفا على المنتجات المنافسة. باستخدام الكلمات. التصميم. الرموز. ومسال ذلك العلامة التجارية الكبرى شركات المياه الغازية وهذه العلامة تستمر طولة مع المشترك اه يعني انا دلوقتي تقولك انا مشربش مية غير نوع كازف يعني ايه المية فايه ده المية مية ده كلها مية المية كلها زي بعضها بلا بس خلاص ربطت في دماغي ما بشربش مية غير من الشركة الفلانية شركة مية كازف روح اشتري مسلا مية من الشوبر ماركت الا قدوم عنده عنده مية كتير لا اختاري الازازة المعينة الشركة الفلانية طب ليه يا استاذ ليه خلاص انا عندي اقتناقل الشركة دي بتجيب انضف مية معناك كلها مية زي بعضها بس اون انا مرتبط بالعلامة الايه التجارية مرتبط بالعلامة التجارية بتاعت gereki punya تمام اي نوع من المنتجات برضو هتلاقي ايه يقول لك انا اجيب ثاملة كازا وما اجيبش ثاملة كازا اجيب مش عارف ايه اه مكرونة كازا ومجيبش مكرونة كازا ليه مرتبط بعلامة تجارية مرتبط بعلامة تجارية. يقول لك ماكورونت الملكة احسن ماكورونت مش عارف. ايه? سامنة ايه? احسن من سامنة ايه? شغل ده كله ايه? مركات. شغل علامات تجارية. يبقى هم الجماعة اللي حطوا العلامة التجارية ديت شدوا المستهلك معهم وارتبط معهم بالعلامة التجارية بتاعتهم واصبح يميزها يميزها عن ايه غير? يبقى العلامة التجارية لو كانت شكل او كانت منظر. في بعض الشركات تعمل لك منظر لعيب كورة على العلامة. ممكن الشركات تعمل لك منظر كزا على. مهم ان هي علامتها كزا بعرفها منها. علامة صح. علامة كزا دي مركة. دي علامة ايه? يبقى دي علامة تجارية بتاعة الايه? بتاعة الشركة المعينة. بتاعة الشركة الايه المعينة. دي برضو من حاجات الايه? بتميز الايه? المنتج. فيه تاني شعار المنتج. اه. فيه منتجات يقول لك شعارونها كزا. شعارونها مش عارف ايه? يحط شعار كده على المنتج كده غير العلامة التجارية خالب. يعني هي العلامة التجارية بس يقولك ايه? حانت لك شعار كده ايه? نظافة البيئة. شعرونا مش عارف كزه. شعرونا نظافة البيئة. شعرونا اه الصحة هدفونا. كلام كل اي كلام المهم شعار بتتطبط في دماغك. يقولك شعارنا بيئة نظيفة. شعارنا الصحة الجميع. شعار ايه شعارات بيقول لك ايه? يبهي شعار يتكون من جملة او اسم عيش يرتبط في ذهن المستهلك بسلعة معينة. مثال الجودة شعارنا. الصحة هدفنا. وهنا يجب القولة ان هذا الشعار لابد ان يكون وصفي اكثر منه ابتكاري. على ان يقوم بوصف المنتج اكثر من ايه شعار. يعني بقولك ان ايه? ايه الشعار ده بتحطه. بقولك الشعار ده مرتبط بشركة الفلانية. بالسلعة الفلانية. هي اللي بتكتب الشعار ده. هي اللي موجودة عندها الشعار ده. يبدأ ايه? حاجة برضو بتميز الايه المنتج وتخليه ايه ممي. تمام يا شباب? الخدمات الاضافية او متغيرات المنتج. يعني ذلك عن طريق اضافة بعض الخدمات للمنتج يمكن ان تحس تحسن او تقوي علاقة المستهلك بالمنتج. يعني ممكن انا برضو كمسوّع من الحاجات اللي ممكن تميز المنتج. المنتج قدامه هو تقولت عليه كزا وكزا وكزا وكزا. ممكن انا برضو ازود عليه خدمات اضافية. غير الخدمات اللي عارفين عبد كده. خدمات اضافية تخلي المستهلك ينجزب الى المنتج بتاعي ايه? اكتب. ينجزب الى المنتج بتاعي. لو عند انا بنعملك كده كشركة تسويقية ليه يا شفاء? انا بعمل كده كشركة هلفي في النهاية ايه? انا بقولك الكلام ده كله سبع حاجات همت بتميز المنتج بتاعي عن المنتج بتاعك انت عشان كزا وعشان وصف المنتج وعشان كزا وعشان المنافع وعشان الغلاف وعشان المنصقات وعشان العلامة التجارية وعشان المنتج. قل لي حاجة بعملها انا بتميزنا عنك. كل حاجة بعملها بعملها في سلعتي بتميز سلعتي عن سلعتك. تمام يا شباب? يبقى انا بميز سلعتك عن سلعتك ليه برضو? انا عايز صلي الهدف. هدفي ايه? سلعتي تتباع. طب سلعتي تباعي. ايه اللي هيحصل لي? هيحصل للهدف النهائي اللي انا عايزه باسعى اليه ان انا اربح. ان انا ايه? اربح والربح بتاعي ايه? ايه زي. الربح بتاعي زي. ده بالنسبة للحاجات اللي بتخيل المنتج او ايه خصائص المنتج او تميزه المنتج طيب قالك المنتج ده ممكن اننا نسوقه في تلع اشكال ممكن اسوق المنتج بتاعي في تلعك اشكال قالك ممكن او سوقه في جاك لمنتج خام منتج خام خام كلمة خام يعني ايه يعني ما نضافش عليه اي اضافات تسويقية لو تكريم من الحلقات السابقة لابد كده نتكلمنا فيها عن النشاط التسويقي اللي كان بيقوم به المسوق او التاجر الى الخدمات التسويقية اللي كان بيضيفها للسرع من اثناء انتقالها من المنتج الى المستهلك من تغزين من تعبئة من فرز من تدريج من نقلة فاكرين الكلام دا كله اكيد فاكرينه تمام المنتج اللي بقول عليه ده منتج خام ما اضافش عليه اي حاجة من هنا تحط هنا من هنا تحط هنا اتباع للمستهلك يبدا منتج خام يبدا المنتج ينخن تسويقه في تحري勢 اشكال هي او الحاجة المنتج الخام وهنا تم بيع المنتج كما هو بدون اي اضافات لخدمات تسويقية وهذه الشكل يكون الهام جدا لنوعية محددة من المستهدكين يكون السعر عام الاساسي جدا في انتخاذ قرار الشراء طبعا حلو الكلام ده بقول لك منتج خام معلش اي اضافة اضافة لخدمات تسويقية ما فيش اي خدمات تسويقية زي ما قلنا الكلام ده ده الكلام ده بقى ممكن حلو المين لبعض الناس برضو لمستواتها المادية بسيطة ما انا برضو معلش مع احترام انت فاهم الكلام ده كويش وانا قبل كده انا كل ما اضيف خدمات للمنتج الخدمات ده بايه بتكاليف صح الكلام تكاليف دي عالية ولا على المستهلك على المستهلك عشان نجيب من الاخر التكاليف دي اللي بتضافع السلعة مش عالية انا كمسوع او تاجر ده على المستهلك نفسه انا ضيفت عشرة جنيه على سلعتي عشان توصل للمستهلك بالشكل المطلوب العشرة جنيه علي اخوتها من مين هاخوتها من مستهلك هاخوتها من مين بالاضافة الربح بتاع بالاضافة تامن السلعة اساسي صح الكلام كده يبقى انا هاخد منه تامن السلعة والخدمات اللي قدمتها والربح بتاعي كمان تلات حاجات هاخوتهم من مستهلك انما انا دلوقتي بقدم للمستهلك سلعة ما تضافش عليها اي خدمات تسوقية ما تضافش عليها اي خدمات تسوقية يبقى اذا السعر بطبيعة الحال حيب منخفض بالنسبة للمستهلك لان انا مش هضيف عليه مش هضيف عليه تامن التكاليف اللي انا ضفتها للسلعة تامن تكاليف الخدمات اللي انا ضفتها للسلعة يبقى المنتج الخامدة مهم لبعض الناس اللي هي مستوات مستوهم الاجتماعي منخفض او مستوهم الاقتصادي منخفض ده هيقدي ان هم يجيبوا السلعة ديت كحاجة كويسة لهم يعني طيب ده النوع التاني فيه نوع تاني بقى اسمه منتج ملموس يبا احنا قلنا منتج خام والنوع التاني اسمه منتج ملموس ملموس يعني حيضاف عليه بعض الخدمات التسوقية تعبئة فارز تدريج علامة تجارية علامة جودة حاجات بسيطة هتضاف على الايه على السلعة عادية عشان تتحسنها شوية من احسن من الخام شوية انا اقول لك النوع الاولاني منتج خام زي ما طالع من مكان انتاجه زي ما طالع من مكان انتاجه انما المنتج الملموس ده يضاف اليه بعض بعض اللي هي الخدمات التسوقية بعض الخدمات التسوقية تعبئة فارز تدريج علامة تجارية جودة كلام من ده كله حاجات طبعا دي برضو هتزود في شعر المنتج اعلى من ايه من الشكل الخام او المنتج الايه خام ده النوع التاني يبقى لك المنتج بيباع على ثلاث اشكال المنتج بيباع على ثلاث اشكال بيعرض في السوق على ثلاثة إسكال يأما عن منتج خام اللي هو معلش إضافات خالص معلش خدمات تسوقية وده يفضله الأشخاص اللي هم مستووا من الاجتماع المنخفض عشان هايب بيسعروا أرخص المنتج النوع التاني المنتج الملموس يضاف إليه بعض الخدمات التسوقية بعض الخدمات التسوقية ده ده فيه نوع الثالث كمان اسمه المنتج النهاء المنتج أو كل منتج كلي منتج كل يعني مضاف إليه كل الخدمات التسويقية كل الحاجات اللي طلعت التطورات الحديثة في تعبيئة والتغليف والنقل والتدريج والفرق كل حاجة يبقى ده منتج ايه كل منتج كل يتم ذلك بعضافة مجموعة اخرى من الخدمات التسويقية على المنتج خدمات ما بعد الشراء والضمان والشراء بالاجل كل حاجة يعني انا دلوقتي بقول لك شوف دفتلك الخدمات التسويقية بنضافها لها كمان حقول لك ايه كمان انها ممكن ادهولك بالاجل ممكن اديك بعد خدمات بعد الشراء في ضمان كازم كل بطاقة التمان يعني مش فلوس كاش كمان يعني كل حاجة في حاجات تانية اضافات كتيرة مضافة للايه للمنتج مش هروح على رجل بتاع المنتج الخام واقول له اشتري بالفيزا يجي الواحد بمتاع فيزا وقول له اشتري منتج خام لا لا اللي بيشتري بالفيزا ده رجل بيشتري بالفيزا معاه فيزا انما الرجل الغالبان ده ما معاش فيزا فيزته مش هبقى بيشتري حاجات من مستوى ادنى انما الرجل اللي بيشتري بالفيزا ومعاه بطاقة ايتمان وضمان وكلام ده كله ده منتج كل منتج بقى فيه كل المواصفات القياسية المطلوبة وده يعني اعلى حاجة من ايه بالنسبة للمنتجات اللي هي ممكن تباعها في الايه في السوق اللي هي ممكن تباعها في السوق ده بالنسبة لطرق تسويق المنتج ايه من ثلاث اشكال بتوع تسويق ايه المنتج طيب يحقق التمييز العديد من المزايا لكل من المنتج والمستهلك طيب ايه تمييز السلع ده ايه مزيز ايه مستو مالنسة هتكلم فيها هو يعني واحد يسألني سؤالي قولي يا ساز انت بتقول الكلام ده كله ايه الميزة من تمييز السلع والعلامة التجارية والجود ده ايه الميز ده قالك ده فيها ميزات للمستهلك والمنتج راه او المسوق راه طيب ان شوف اول حاجة بالنسبة للمستهلك يسهل من التعرف على السلع المعروض بالظبط كده انا في سواني هعرف السلع ايه ونظامها ايه وجاي منين وطلعها في اين وتلعمل ازاي وايه الفايدة اللي بناخدها منها مش علاها كل حاجة بتوضحها وعلاها كل حاجة ممبولة عنها يزيد من حرية المستهلك في الاختيار بين المنتجات المختلف اه انا دلوقتي قدامي كذا سلع كذا سلع مميزة يبقى اختار دي ولا اختار دي ولا اختار دي ايه معينة مش هرتبط بحاجة ايه معينة ده بالنسبة لمن للمستهلك طب للمنتج تمام يحقق الاستقلالية لمنتجات الشركة ايوة انا كشركتي هتلاقيها ايه شركتي معروفة لوحدها كده ان انا دي منتجات شركة احمد دي منتجات شركة الحمد شركة محمد شركة محمود دي معروفة لان هي ايه بقى فاستقلالية دي معروفة طلعت بقى شركتي ايه معروفة لحاجة بتاعتها دلوقتي حاليا يبقى دي ايه حقل السهلق يزيد من فعالية الترويج عن المنتجات بالزبط كده الترويج بزيد يعني الوقتي ايه شركتي الترويج بزيد عنها وبزيد وتتعرف اكتر يضيف التميز مزيدا من الشهرة للمنتج والولاء للأسماء التجارية بالزبط كده التميز بتاع ده حيتشهر بسرعة اه ده فيه نوع اه مية اسمه كذا 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 ممتازة ما انه ما كله واحد بس ايه ده خلاص شهر بقى فيه ولاء ما فيش غير المية دي لحنشربها يا اخواني يا مية كذا يا ما تجيبناها وروح اقول له اشتري كارتونة مية من 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 سوبر مارك ما كانش الكارتون اسمها كذا ما تجيبهاك خلاص بقى فيه ولاء يبقى ايه دي من ضمن المميزات للمنتج ايه بتاع للمنتج بتاع تمام يا سبق قال لك واخيرا ان بغي على المنتج لكي يصل الى منتج مميز ان يضع فائدة للعميل في المقام الاول تمام ويسعى في تقديم افضل الخدمات وتطوير اكثر التصميمات ملأمة وان يحرص على تمتع المنتج بسمات فنية على تجودة ان يكون المنتج علامة تجارية مميز دي الخلاصة بتاعت الكلام ده كله عشان المنتج بتاعي يكون صح يكون المنتج مميز لازم الفايدة بتاعته تظهر للعميل لازم يقدم للعميل افضل الخدمات بتاعته اكثر التصميمات ملأمة للعميل كل حاجة يعني العميل يقول انا هو ده المنتج اللي كنت بدور عليه يقول لعميل هو ده المنتج اللي كنت بدور عليه ده الخلاصة بتاعت تميز المنتج انا كعميل هدفي ايه هدفي ان انا الاقي منتج يشبع رغبتي يرضي نفسي هو ده اللي رضاني المنتج دي انا ممكن اشتري منتج وانا مش مقتنع به مقتنع به نص نص مش ده برضو اللي هو ايه اللي هو ملد ماغي انما فيه منتج يملد ماغي العميل انا بكلمك بالبلد كده عشان تبقى فاهم. منتج يرضي العميل. يشبع رغبات العميل. يبقى ده ايه? ده نهاية التاميز للمنتج بالنسبة للشركة المسوئة او الايه? او الرجل التاجر اللي هو لازم ايه? يزبط المنتج بتاعه بحيث ان العميل ياخد المنتج. وهو مقتنع به اولا ان سرعت يسير عمية في المية. ثانيا انا لو زودت عليه اي سعر وحنعرفها بعدين. الرجل مش هيزعل. وحيب بيقول لك ايه? شاء لاتك تستاهل ان انت تزود على السعر بتاعها. تمام يا شباب? تمام. يبدأ بالنسبة لتمييز الايه? المن. نسبة لتمييز الايه? المن. تمام? تمام. طيب. هل انا انتجت منتج. وطالع في السوق. والناس عرفته. وبقى تمام التمام والناس بقى اتمركى وخلام من ده كله. واسكت? ولا ايه? لا ماسكوتش. طبعا اعمل ايه? لازم اطوره. لازم اطور المنتج بتاعي. لان انا لو ما اطورتش المنتج بتاعي. هيطلع عليه منتجات اخرى احسن منه. هتضيعه. صح? صح? يبقى انا منتجي اسمي حفرته اسم العلامة التجارية بتاعتي. اتحفر في دماغ الناس. مش انه ممكن يروح من دماغ الناس بازاي? ازاي ازاي? تطلع علامة تانية تركب عليه. انا بجيب العلامة الفلانية لا 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 علامة الفلانية ايه? ده في علامة تانية طلعت اسمها كازا هاتها ويجربها وتشوف كده. ده 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 منتج عافى عليه الزمن. ده كازا ده كازا ده كازا. يبقى انا يزا يبقى انا كده غلط في حق نفسي. في حق شركتي. في حق منتجي. يبقى لازم اطور منتج. لازم اطور منتج. ما عودش كده اطور. اشوف المنافسين بيعملوا ايه? واعمل احسن منهم للمنتج بتاعي. عشان المنتج بتاعي يتن في الايه? في التوب او في القيمة بتاعي. طيب. قالك يمكن تطور المنتج من خلال اكتشاف وجهة نظر المستهلك في المنتج ويمكن انا يتم ذلك عن طريق من خلال ميل. يعني انا شوف وجهة نظر ايه زي ما قولك اهو. انا هتور منتجي ايه? لان شوف وجهة نظر المستهلك في المنتج بتاعي. هتنزل اكيد. هنطلع حسن منه. طب اطوره ازاي? تعاني نشوف. سؤال المستهلك. انا عايز اعرف. عايز اعرف ان تجي لسه شاير بنفسه ولا لسه ما شايرت نفسه. ولا راحت. سؤال المستهلك من خلال عن اختراحات تطور المنتج. وزلك من خلال استبيان سريع في اماكن توزيع المنتج. اه. انت بتشتري المنتج بتاعي? اه بتشتري المنتج بتاعي. طب ايه رأيك فيه? والله كويس كذا كذا. طب ايه رأيك لو ما 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 فيش في دماغك تطور ليه. ما فيش صورة احسن اللي في دماغك تعملها. هيقول احمد هيقول كذا محمد هيقول كذا فلان هيقول كذا. عزيدي هيقول كذا. هتبوش لقى في الناس بتتكلم تقول لك والله انت ممكن تحسن العبوة. ممكن تعمله كذا. ممكن تحسنه في ايه? ممكن تزوده الكمية. ممكن تعليله الكمية. ممكن تعملوا كذا. يبقى دي كون لا ايه? اختراحات للمستهلكين. يبقى انا عن طريق ناس. هتعمل الاستبيان عن تطلول المنتج. ده اختراحات المستهلكين. المستهلك بقول كذا وكذا 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 وكذا. هنحطه في اعتباري. وهنعمل الاستبيانات للناس ديت. وهنشوف ايه? الحاجة ساعة تطلول المنتج ولا لا. لان انا في النهاية المستهلك. هقول لك بعدين هتيجي دلوقتي. لما يعرف ان انا نفس الكلام اللي في دماغه. يبقى انا هو ليه لازمة عندي. يبقى انا بقدره. بقدره. مستهلك قال لي انا عامل الكلام اللي قال له مستهلك. المستهلك هيعيش بنفسه انه هو ايه? يعني ليه لازمة عندنا. الرجل بتسمع كلامه. صحة كلام? يبقى بتسمع كلامه. يبقى هو رجل مش هيسيب سلعتنا ديت. وهيروح لسلعة ايه? تاني. طب ده اول حاجة. حاجة تانية قال لك اتاحة الشكوى للمستهلك. اتاحة الشكوى للمستهلك. اه اعمل شكوى. اه اه اصدر واسع ورعب. ما بقاش اقافل على نفسي كده. اه ما مقبلش الانتقاد. لا انتقل. انقلوني يا اخوانا. اقول للي في نفسكم. اعمل شكاوي. صندوق شكاوي. المسالكين يقولهم. عن طريق رقم هاتف بريد الكتروني. صندوق شكاوي. يجب ان يكون المسوق زيو عقلية مفتحة متقبلة الانتقاد. مع الاعتراف الدايم بالقاعدة التسويقية الشهيرة. الزبون دايما على ايه? على حق. او العامل دايما على حق. تمام? انا راجل عن طريق. هقول لهم. الرقم دهوت لارسال الشكاوي. البريد دهوت لكزا الشكاوي. فيه صندوق شكاوي لو عايش تعمل ايه خطابات. ممالو. اشوف الناس بتشتكي من ايه? معانا لما ما انتش كده حروح. انا مصلحتي انا مش مصلحة الناس او ده مصلحة انا قبل الناس. مصلحة قبل الناس. الناس شكت من كزا وكزا 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 في سلعتي. خمس ستة حاجات في سلعتي اشتكهم منها الناس. يبقى انا اقعد وقول لك لا ده هما بفهموش. هما اللي مش فاهمين الشغل. لا هما مش فاهمين. انا اللي فاهم. لا. يبقى لازم اشوف الاخطاء اللي عندي. العيوب اللي عندي. الناس اللي قايت عليها كلها ديت. يبقى اصلحها. اطور منها. يبقى اطورت سلعتي للشكل الناس عايزة. انا لما كتبولي. قالولي. بعتولي. في عيب كزا وكزا وكزا وكزا. لو العيوب ده صلاحت. يبقى انا خدت برأيوم زي ما قلت لك في في البلد الاولاني. يبقى العامل دلوقتي اصبح ان هو بيتسمع كلامه عندي في شركتي. ان العامل دايما كلامه صح. العامل كلامه صح. قادة اللي بتقول ده ايه? العامل دائما على ايه? على حق. العامل دائما على حق. يبقى انا طورت المنتج بتاعي. زي المستهلك ما هو عايز. يبقى حيحس بقيمته ايه? عني. حيحس بقيمته عني. اخر حاجة برضو كمان في حاجة كمان. مراقبة المنافسين. ما لازم اراقب المنافسين. وانا عايش في كوكب لوحدة والليل. انا مش عايز في كوكب لوحدة. انا بنتج سرعتي وفي منافس لي واحد. وفي منافس اتنين. وفي نفس ثلاثة. اشوفهم بيعملوا ايه? بطوروا ازاي? مش عيب. ده ده ده. مش هقولك حرب ده 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 منافسة. لازم اشوف هو اطور ازاي? اطور احسن منه. واعمل ازاي? واحسن منه. عشان هو ما بيش احسن منه. يبقى شوف المنافسين. قال لك هل قوم بعض التغيرات في منتجاتهم? آآ اللي طعيمة النكهات الجديدة بعض المنتجات الغزائية كالزباد والفواق والمقرمشات والتوابل. كل حاجة هم عملوها زودوا توابل. حطهم ارمشات. عملوا مش عارف ايه. كل حاجات دي زودوا عشان يجيبوا المستالك. انا اعملها واعمل احسن منه. يدي الحاجات اللي اتخليني اكور في المنتج بتاع. اكور في المنتج بتاع. تمام يا شباب? طيب طيب. بقول لك اهمية التعرف على مواصفات وفوائد المنتج. ايه اهمية التعرف على فوائد ومواصفات المنتج? تساعد على طباعة المنشورات الاعلانية والمطبوعات او في حالة البيع عن طريق مندوب المبعات الذي يعرض على المستالك جميع هذه الصفات والفواد الاقناع. ايوة. دلوقتي انا في مندوب مبعات ببيع للناس وناس عادي تشري المنشورات. يبقى انا دلوقتي لما بعرف الناس بمواصفات المنتج بتاعي وفوائد المنتج بتاعي. يبقى ده عشان الرجل يبقى عارف كل حاجة. عشان لما اقول له ان المنتج بتاعي كان اسمه كزا? اه معروف. المنتج بتاعي ايه? معروف. الرجل اللي ببقى مبعات بتاعي لما بروح يبيع يقول له ده فيه كزا وكزا اه احنا عم تأكدين من الكلام ده كله. تأكدين من الكلام ده. يساعد على معرفة استراتيجية المزيد التسوق اللي سوف يحدد المسوق منها الاسعار والترويج. اه يبقى انا دلوقتي مواصفات المنتج بتاعي حتحدد لي ان انا ايه? حط السعر ازاي? هل السعر يبقى عالي? هل السعر يبقى مخفض? هل اعمل دعاية كتير ولا ما اعملش دعاية كتير? يعني ده بالزبط المواصفات المنتج بتاعه هل يستاهل ولا ما يستاهلش? يستاهل الهيصة دي كلها? ولا ما يستاهلش الهيصة دي ايه? كلها. تمشي يا شباب ده بالنسبة طيب. استراتيجية المنتج. ايه العوامل التي تؤثر على استراتيجية المنتج? ايه العوامل التي تؤثر على استراتيجية المنتج? ايه العوامل التي تؤثر على استراتيجية المنتج? انا اشغال على المنتج. انا بقالت لوقتي يزيد عن ربع ساعة بقولك المنتج 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 المنتج. فوض المنتج خاصائص المنتج بشكل المنتج كلام المنتج. لانه ده الاساس للسلعة اللي هي بتجزب المستهلك. المسور لما اهتمس بالمنتج عشان كده حطونه اول استراتيجية. اول استراتيجية المنتج. المنتج الاساس. الهيسة دي كلها عشان تشتري من المنتج دهو. لو كان المنتج اي كلام. اه فكركم بالفيلم بتاع الفانكوش. كان المنتج مفيش منتج. اه بعملين اعلانات وغيسة وزنبريتها الفانكوش مفيش. لبالمنتج بتاعي لازم يكون منتج صح. منتج صح. تمام يا شباب. تمام يا شباب. ايه العوامل اللي بجد تأثر? تقديم المنتج. يا سلام. وانا بقدم المنتج لأول مرة في السوق. بقدم المنتج لأول مرة في السوق. لازم يكون تقديم حاجة تستاهل. حاجة تستاهل. منتج تستاهل التقديم بتاعه. عشان دل اول مرة. لان السلعة دي تتطبط باسمي بعد كده. يعني بقول لك. فتقديم المنتج لأول مرة في السوق. سوف يجعلك الاول على منافسيك. وسوف يتمركز في زهن العميل انك الاول. وهصبح التفرد ميزة لمنتجك مثال على ذلك نتخيل أن أحد الشركات للسيارات قامت بتصميم سيارة شحن في الكهرباء والطاقة الشمسية وبالتالي تكون أول شركة في هذا المجال تطرح سيارات تشحن بالطاقة الشمسية فيرتبط اسم السيارة باسم الشركة التي انتجتها الأول مرة يبا منتجي وأنا بقدمه للسوق أقدمه بطريقة صح لأنه حيرتبط باسمي حيرتبط باسمي تمام حيرتبط باسمي هايقول لك ده المنتج الفلاني ده المنتج الفلاني المنتج العلاني خلاص مهما عمله غيري هو معروف ان هو بتاع مين بتاع أحمد قبل كده أحمد اللي عمله أول واحد أتاك مثال لو شركة صنعت سيارة كهربائية وهي موجودة حاليا دلوقتي بتتالت الصنع هاي سيارة بتعمل بالبطاقة الشمسية هيبقى السيارة ديت باسم أول من صنعها أول من عرضتها في السوق أول شركة سماها سيارة كازي صارت كازا لنا أول شركة عرضتها يبقى تقديم السلعة للمستهلك ده من العوامل اللي هات أسرع على سلالة المنتج بطريقة إيه طريقة رهيب طيب تطوير المنتج لسه بتكلم عهو تطوير المنتج أكيد مئة في المئة لازم طواره أنا أنتجت المنتج وخد سمعة زي الفل واخد سمعة في السوق زي الفل بس هيجي عليه مر هيمر عليه الزمن انت هتكلم عليها فيما بعد برضه هتشوفها الوقتي المنتج بيعمل كده منحنة كده يطلع 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 لغاية بعد كده ينزل ينزل لأن فيه منتج تاني هيطلع ينزله هيطلع ينزله يبقى تطوير المنتج لابد من طرح منتج جديد في السوق قد تفكر في تطوير المنتج بدل ما تطرح منتج جديد أو بقولك بدل ما تطرح منتج جديد ممكن تطور المنتج ايه بتاعه وبالتالي سوف أطرك انطباع انطباع لدى العميل والمسالك بانك تسمع وتهتم لقرأهم وترضيهم. يا سلام. نفس الكلام اللي كنا بنقولها هوت بقولك انت بدلا ما تجيب منتج جديد. طالع واحد جديد. لا تعال انطور المنتج بتاعني. والكلام اللي قاله اللي عامل فكليني الكلام اللي سأقول لك دلوقتي. لسا بقولك ان العامل قال لهم كزا ومشاكل كزا ومشاكل كزا ومشاكل كزا. لما تعمل الحاجات اللي العامل قالك عليها. هيقولك ده انت ايه ده ايه? رضيتني. ويعني انت ساب انطباع عند العامل انطباع مية في المية ان الرجل ده ايه? بيهتم بقرأة. بيهتم بايه? بقرأة. ده بالنسبة لتطوير الايه? المنتج. طيب. المرحلة التي عليها المنتج. ايه وتعيش بقى المنتج بتاع دورة حياته عاملة ازاي بقى المنتج. لسا بقولك اهو. حيث يبدأ المنتج كفكرة. بدأ فكرة. عايزين نعمل مشروع كزا. سلعة كزا. تتصورها. ثم تتحمس لها. ثم تطرح هذا المنتج في السوق. خلاص. عملت الفكرة وانتجت المنتج بتاعي. طرحت في السوق اللي هي مرحلة التقديم اللي احنا قلنا على دلوقت. قدمت في السوق. يا لذلك مرحلة توسع ازا نالت الفكرة استحسن العملاء. يعني ازا المنتج بتاعي عجب الناس. عجب الناس. يبقى هتوسح فيه. وكزالك وكان توقيت طرح المنتج في السوق مناسب. وسريعا ما تجد المناسفين اللي يجب اغراهم من نجاح هذه الفكرة بتقليدها. وهنا تبدأ مرحلها ايه? جديد. خلينيها في الحال اولنات دلوقتي. انا دلوقتي كان عندي فكرة للمنتج بتاعي. كان عندي فكرة للمنتج بتاعي. انتجت المنتج وطرحته في سوق وقدمت تقديم الصح. زي ما تتكلم بالوقت اوه. مرحلة تقديم دي ما مهمة جدا. المنتج هيرتبط باسمي. هيرتبط باسمي. طيب. توسعت في المنتج. الناس المستهلكين والعملاء استحسنوا المنتج بتاعي. لان انا قدمته في وقت صح. وفي ما كان صح. وبشكل صح. معنى زلك ان المنتج ده ايه? حتى في ناس كمان ايه غشت مني وعايش تعمل نفس ايه المنتج. تعال بقى بعد كده المرحلة التانية. مرحلة النضج. انا قدمته الاول. النضج. مثل هذه المرحلة في التي ينصرف فيها انتباك عن العملاء وتركزه اكثر على المنافسين. وهنا لابد من تعديل استراديل المنتج كالتركيز على قطاعات فرعية من العملاء. يعني بقولك انا خلاص بقى وصلت لمرحلة النضج. بقيت ناضج. بقيت حاجة كبيرة في الصوت. ببص المنفسين بيعملوا ايه? ببص مش. بلغي من دماغة فكرة العملاء. ما لنه العملاء ده اسس كل حاجة. العملاء ده اسس كل حاجة. للعسف بقى حنوصل للمرحلة ايه يا شباب? المرحلة الثالثة والاخيرة للمنتج بتاعي. اللي هي مرحلة الايه? التدهور. مرحلة التدهور. واخيرا تأتي مرحلة التدهور. حيث لا يوجد منتج خالد دائما. الاقبال عليه. خالد دائما الاقبال عليه. فان عاجلا او اجلا سيظهر منتج جديد يقلل الاقبال على المنتج القديم. ولكن يمكنك انعاش تدريد منتج من خلال تطوير المنتج واضافة مميزات جديدة. يعني بالزبط كده. بقول لك. بل منتج ده بتاعنا يا شباب. خد تلت مراحل. مرحلة التقديم صح. قدمته صح. المنتج ارتبط باسمي. بقى آآ علامة تجارية. بقى كزا بقى كزا بقى كزا وخد نوي الناس يستحسنته. وبتريد اتوسح فيه. وصلت لمرحلة الايه? النضج. وصلت لمرحلة النضج. بعد ما صلت لمرحلة النضج خلات بقيت ناضج. هيوصل لمرحلة الايه? التدهو. هيوصل لمرحلة الايه? التدهو. شوف الشكل ده? اهو. ادي نمو بتاع الايه? بتاع المنتج. مرحلة النمو. ابتدى ينمو. لتقديم دي. مرحلة التقديم. قدمته. وصلت لمرحلة النطق. للأسف هنلجأ في مرحلة الايه? التدهور. مرحلة التدهور. لان اي منتج لازم مش هيستمره طول عمره هو البريمو هو نمرة واحد. هو نمرة واحد. تمام? يبقى لازم يوصل له مرحلة. يبقى انا لازم كمسوي او صاحب مؤسسة او صاحب الشركة لازم اطور في منتجي باستمرار. اطور في منتجي باستمرار. لان انا لو اطورتش في منتجي باستمرار. هيجي فترة عليه. وحيطلع منتج تاني احسن منه. ويقدي غرض احسن منه. والمستهلك يرغبه اكتر من سرعتي. يبقى انا كده خسرت المستهلك بتاعي. وخسرت ان انا نبيع سرعتي. وخسرت ان انا نكسب من ايه? من ورا. اه بقى هنا احنا النهاردة كده اتكلمنا عن الاستراتيجية للمنتج فقط. اول استراتيجية في الاستراتيجية التمانية. اللي هي بدأنا من المنتج وعرفنا المنتج ووصفات المنتج وخوص المنتج. والطريقة اللي بتباع بها المنتج. وكل حاجة اللي تخلي انا اه اه المستهلك تحت تحت معايا. اعمل في المنتج ايه? اميزه ازاي? اخليه مميز ازاي? كل حاجة في المنتج بتاعي. تمام يا شباب? ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل استراتيجية تسويقية اه الباقية. واتمنى لكم ان النهاردة تكونوا فهمتوا حاجة عن المنتج. وعرفت ان المنتج مهم جدا بالنسبة للمسوأ وبالنسبة لكل الناس. وبالنسبة للمستهلك كمان. لان المنتج لو روح المستهلك بسهولة حسنة. هيستساغوا. وهيبقى ايه? اه مفضل بالنسبة. واتمنى لكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.